قبضة حديدية بين وزارة الصحة ومستخدمية القطاع أوصلت إلى قرار النقبات شن إضراب وطني ابتداء من يوم غد رافعة جملة من المطالب أهمها تلك المتعلقة بالتأخر الحاصل في صب منحة كورونا التي أقرها رئيس الجمهوري اعترافا بتفحية أفراد الجيش الأبيض والتي تقول النقبات أن الوزارة تتمطل في صبها نحن لما نتكلم عن نقابة ممارسة الصحة المهمية كنا طلبنا النقبات في المواجهة المواجهة بصفة مستعجلة لم تبرمج دلنا النقبات في المواجهة 16 ديسمبر ولم تبرمج حتى 2 مارس 2021 ومبعد لنا لدينا النقبات الوزارة كوروتيب بلسكيا في إنستياشون ديرجانس الوزير اعتذروا غادر القاعة إذن وش يبقى الشرك الاجتماعي؟ يبقى خيار الاحتجاج للتعبير عن الاستياء للتنديد بهذه الممارسات وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد وعلى هامشي تتشينه اليوم لمعرض الصحة بقصر المعارض أقر بالتأخر الحاصل في دفع المنحة مؤكدا صبها بمجرد استكمال الإجراءات الإدارية وكشفا استقباله وفدا من نقابات الصحة واستماعه لانشغلاتها بين الوزارة ونقابات الصحة شد وجذب لا يمكن حله إلا بآلية وحسبة وحيدة هي الحوارة حتى لا تزداد معاناة لن يدفع ثمنها سوى المريض الذي يشيق أن يكون رهنة لهذا التشنج بين الطرفين بعدما دفع فاتورة الوباء غالية